وفي محافظة التقاهلية تم افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% وقال محافظة التقاهلية أيمان مختار إنه جاري افتتاح عددين من معارض أهلا رمضان داخل المحافظة في أماكن مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية موجها بضرورة التنسيق بين مدرية التموين وجميع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية ورقابة على الأسعار ومتابعتها المستمرة داخل الأسواق في طرح توجهات القادة السياسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة والنهار دا يمكن احنا بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومع مدرية التموين ومع صندوق المشروعات الصغيرة المتوسطة عامنين معارض من إحدى أكبر سبع معارض إن شاء الله يتعامل في محافظة داهلية وزي ما حاكم شايفين في كل المنتجات متوفرة الأنواع والكميات والتخفضات من 25-30% وإن شاء الله يبقى فتحة خيرة على أبناء الداهلية وعلى مصر كلها إن شاء الله بنوفر جميع السلع الغذائية بأسعار محافظة من 25-30% عندي مثلا على سبيل المثال الرز بيبدأ من 14 جنيه لحتى أقصى 18 جنيه عندي اللحم إن شاء الله الكيلو 130 جنيه متوفر معنا في المعارض فجميع السلع عندنا متوفرة التخفضات ومستمرين معنا المعاطنين إن شاء الله حتى نهاية شهر رمضان